سلام عليكم ازايكم يا حبيبة عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير يا رب معكم يوسف ودي قناتي النهاردة بإذن الله جاي لكم فيديو جديد هنعمل مع بعض حووش الفراخ بربع سدر فرخة والله يا بنات زي ما بقول لكم كده بربع سدر فرخة هنعمل كمية كبيرة او بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش حبيب قلب تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وحط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش وقل ورية الدعاء ده اللهم يا مساهل الشديد ويملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل امر في يوم جديد اخرجني من حلقة ديك الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا قطيك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويلا بنا ندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير اول حاجة هنسمي باسم الله وعندي ربع سدر فرخة زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض الحواشة بربع سدر فرخة زي ما انتوا شايفين جبت الكبه بتاعتي وحطيت ربع سدر الفرخة وفرمته فرم خشن زي ما انتوا شايفين يعني فرمتين كده في الكبه ما تحوليش ان انت تنعمل الحشو بتاع انا عايز الفراخ تكون باينة كده في الحواشة بتاعها انا مش عايزها تكون نعمة قوي زي ما انتوا شايفين كده هنركينها على جنب في طبق كده بالشكل دوان كده اهو زي ما انتوا شايفين فرمناها اهيه هنجيب بقى الكبة بتاعتنا تاني مش هنخسلها ولا حاجة في نفس الكبة هنحط فيها الخضار بتاعنا عبارة عن ايه بصلية متوسطة وقرن فلفل اغدر وقرن فلفل احمر لو عندك فلفل حامي تقدر تحطي فلفل حامي لو حابين زي ما انت شايفين كده وهنفرم بقى البصل والفلفل مع بعضه كده بنفس الطريقة وهارجع لكم تاني وهنا بقى بعد ما فرمته بالشكل دوا هنجيب الطبق بتاعنا او البولة اللي احنا هنحط فيها الخليط كله مع بعضه هننزل بقى بالبصل والفلفل اللي احنا فرمناهه بنفس الطريقة كده ده المقدير كلها بتاعت الحواوش هنعملوه بنفس طريقة والله يا بنات طعمه في منطه الروع والجمال وهتعمله على طول وكمان بربع سدر فرخة هنعمل كمية كبيرة جدا وهتشوفه دلوقتي زي ما انت شايفين كده حطيته هو البصل والفلفل هنجيب بقى السدر الفرخة اللي احنا فرمناهه اهو ربع سدر زي ما قلتلكم بعد كده بنحط التوابل او البهرات هنا بقى هحط معلقة كبيرة من بهرات الحواوشي او توابل الحواوشي زي ما انت شايفين وهحط كمان معلقة من البابريكا وكمان معلقة صغيرة من الشطة لو حبين تضوفوها وحطيت كمان معلقة من الفلفل الاسود وتوابل الفراخ هحط كمان نص معلقة من بوضر او زي ما انت شايفين وهحط معلقة سمنة علشان سدر الفرخة مش سمين ولا حاجة ما فيوش اي دهون كده زي ما انت شايفين لو عندك حتة لية او دهن تقدر تفرموها مع سدر الفرخة ما فيوش مشكلة بس انا هحط معلقة سمن بعد كده حطيت معلقة صغيرة من الملح زي ما انت شايفين وهنخلط كل الكلام ده مع بعض واخر حاجة هضيفها وهي عصرة نص لامونة علشان تشيل زفارة الفراخ وبتد طعمه في منتهى الروع الجمهة لا اوش مش هتبان فيها ولا حاجة بس بتشيل الزفارة وهقلب كله مع بعض زي ما انت شايفين اهو بسم الله ما شاء الله وهنركن بقى الخلطة بتاعتنا دي او الحشو بتاعنا ده حوالي ساعتين على الاقل علشان الفراخ بتاعتها تشرب من التدبيلة وطيدي طعمه في منتهى الروع الجميل هنغطيها ونرجع لكم تاني بعد ساعتين بازن الله وهنا بقى بعد ما سبتها حوالي ساعتين لو حبي انت تسوبها اكتر من كده ما فيش مشكلة مش هيجرى لها حاجة ولا زي ما انت شايفين هنجيب بقى العيش بتاعنا اللي احنا هنعمله العيش الحواش العيش زي ما انت شايفين اهو هنفتحه مع بعض علشان نعمل الحواش بتاعنا بسم الله ما شاء الله هنعمل كمية كبيرة جدا من ربع سدري فرخة زي ما انت شايفين هنجيب العيش بتاعي اهو فتحته اهو زي ما انت شايفين لو عايزين تجيبوا عيش شام تعملوا بيه ما فيش مشكلة اللي هو بتاع السندوشات ده. بس انا هعمله بالعيش دول زي ما تشايفين بيد طعم في منطقة الروعة والجميع. نجيب معلقة كبيرة من الحشو كده. ونبدأ نحطها في قلب الرغيف ونفردها بالمعلقة زي ما انتو شايفين. لو عايزين تزودوا مفيش مشكلة برحتكم خالص. هنعمل كمية كبيرة. هنعمل كل العيش بتاعنا بنفس الطريقة كده. هنضغط عليها بادينا ضغطة كده علشان نفرد الحشو بتاعنا في كل الرغيف. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنكمله مع بعض بنفس الطريقة كده. وهرجع لكم تاني علشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا بقى بعد ما عملت الحواش بتاعنا اهو الكمية كلها اهي. بسم الله ما شاء الله. بنا بقى على البتجاز. هنجيب الطاصة بتاعتنا او الجريل اللي احنا نشتغل فيه. لو حابين تعمله في الفرن. بس بصراحة انا بعمله على البتجاز بيبقى طعمه تحفة. هنجيب بقى معلقة كبيرة من السمنة. وابدأ اوزعها بالشكل دوا كده. واول ما السمنة بتاعت التسيح كده او تدوب معنا زي ما انتوا شايفين. هنجيب قطعة من اللية. عايز اقول لك دي التركة اللي بتخلي الحواشي تحفة. اللية يا جماعة تحفة جدا في الحواشي. والله لو عايزين تحطوها كمان في الخليط من جوة الحشو. تقدر تحطوها. بس انا هعمل قطعة بس كده. واقطعها حتة صغيرة. واحطها في الجريل بتاعي زي ما انتوا شايفين. بنا بقى نجيب رغيف الحواشي ونبدأ بقى نسمي باسم الله. وننزل بالحواشي بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هنستأمل في الطاصة بتاعتنا او الجريل. رغيفين زي ما انتوا شايفين. واول ما يستوه معنا وياخدوا اللون الدهب الجميل كده من تاح. نبتدوا نقلبه على الجنب التاني. بس في الاول بندهن الوش بسامنا كده زي ما انتوا شايفين بالفرشة. اهو تمام كده. البدو جاز بتاعي على نار واطية خالص علشان انا مش عايزة العيش يستوه من برة ومن جوا يبقى الفراخ بتاعته تبقى نية. لازم تعملها على نار متوسطة. بعد كده اول ما بياخدوا اللون كده زي ما انتوا شايفين. وتحس انه استوه كده من الجنب ده. هنقلبه على الجنب التاني. وادية شغلة باستمرار. واضغط عليه بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين. اهو. شايفين شكله عامل ازاي? عايزة اقول لكم تحفة والله يا بنات لو عملتوا بالطرقة دي. قطعة اللية دي. بتضي طعمه في منتهى الروع والجميل ولا الريحة? تحفة جدا. جربوه وقليل ايه رأييكو في الكومنتات. شايفين شكله عامل ازاي? بصوا الجمال. شايفين لونه دهب وجميل جدا. بسم الله ما شاء الله. خرجناها قوم التاسة. نكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. شايفين الكمية قد ايه? من ربع سدري فرخة. عملت كمية يا بسم الله ما شاء الله ست رغفة. بالفة هانا عليكم حبيب قلبي. بتمنى تجربوه وتقول للا ايه رأييكو في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. بتمنى يكون عجبكم وبتمنى يكون خفيفة على قلبكم. ما تنسوش حبيب قلبي تعملوله لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشتراككم هيسعدني جدا جدا. ما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل. ولكم بالمثل. استنيني للفيديوهات الجاية بازن الله. اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. مع الف سلام.